اهلاً و سهلاً بحضراتكم مرة أخرى عزيزي المشاهدين خلوني أرحب بضيف وضيف حضراتكم في هذه الفقرة النجم الكبير كابتن ربيع سين إذا كابتننا؟ كابتن إسلام شرف النور سعداء جداً بوجود حضراتك أنا أسعد بالتوفيق دائماً كالعادة دائماً أنا أسعد طبعاً كابتن ربيع الأول يعني معرفناش رأيك أو يعني احنا هنا في البيت الكبير تحديداً ما عرفناش رأي حضرتك في موجود كابتن حسام حسن وكابتن مريم حسن في الإدارة الفنية للمنتخب مصر هذا مكسب طبعاً وحقهم حركت مع المدارب المصري لا بس هو فيه ظرف استثنائية وفيه دائماً أوقات استثنائية المدارب مصري بيمسك فيها أنا أعتبر داً لكن أنا لأن الضغوط اللي عندنا وبتجربنا السابقة خد بالك وقبلها حسام البادري ويهاب ما ينفعش لأن الضغوط كان دي جامدة جداً ما عليش محترام حيطاً مش هتحمل الضغوط عندنا أخبرك الأمور والإعلام يعني اللي أصده أن الأجنابي دايماً مع أننا المدارب المصري يعني عدد مراته في النجاح أكتر من الأجنابي كتير بحيطك وبيعقد عشرة ضعاف المصري صح بحيطك فالأصده أن أنا بس عشان الضغوط وعشان السياسة والاختيارات وعشان وعشان حاجات كتيرة جيدة نوجة نظرنا بس بشرط الأجنابي الكف الأجنابي الجدير الأجنابي يأخذ بالك صاحب البصمة الأجنابي الشخصية مش أجنابه وخلاص ننفعش انت عندك هنا بأمر لا قادر تعمل منتخب واثنين وثلاثة أمين وعشر مليون ما ينفعش تعمل منتخب واثنين وثلاثة أسلام خلوا واقعين عندك الإمكانات اللي تقدر تشغل بها مصر منتخب مصر رقم واحد في أفريقيا شمال أفريقيا رقم واحد مصر على رغم من كل اللي عملته في المجرب في كاسر العالم ليش عارف تونس اللي جزاء مصر إنه واخدين البطولة سبع مرات وبأم أفريقيا فاللي أصده إنه كله بيعمل حساب لك فعندك قدرات وعندك إمكانيات وعندك بنات وعندك حادية جدا نايسي المدير الفني الشخصية اللي يقدر يعمل منتخب عنده الشخصية عنده ثقافة فنية رائعة زي ما حصل في ستة وتمانية وعشر حصل في تمانية وتسعين وحصل في تسعين وحصل في ستة وتمانية حصل حصل كتير جدا على فترات كبيرة جدا لما المدرب بلايه استقرار وبيلايه الشغل ويأخذ بالك وبيلايه كل الناس ملتفئة حوله بتلاقي المنتخبك وتلاقي وانت عندك يا كابتن الإسلام إنك تعمل منتخب رائع بفضل الله تعالى فالقصوده إنه برضو إن حتة النادي الأهلي في أفريقيا بتساعد كتير دي مهم جدا بتفرق شوف المغرب بحجم اللي عمله في كاس العالم اللي فات ده وإنجازاته ما يديرش لأنه فإحنا في أفريقيا الأهلي عنده تمانية تسع في أفريقيا الزمالك عندنا أفريقيا بنعرف نخلص فيها بنعرف نخلص فيها فعلا بننفت في أفريقيا فدي بالساعة طبعا المدرب الأجنابي أو المدرب المصري مهم جدا فالقصوده إن كل حاجة في مصر وقت متوفرة ناقص الاختيار المدرب الكوف عن طريق مجموعة من الأكفاء اللي قداروا النهاردة بيعنيهم وبضميرهم وبفنياتهم وبخبراتهم يختاروا مدرب على أعلى مستوى مش شرط خلي ملع كابتن الإسلام هو أنكوف النهاردة مش بالفلوس هشوف أنكس الأمم بأربعة وعشرين وخمسة وعشرين واربعين وخمسين وأنواع ناقص كتير صح أو لا صحيح وانت تختار بس نما تختار بجهد تغفل بكفاة اختار بإخلاص اختار بأمانة اختار بفنيات تعين وأخذ ذلك حط كده ورق قدامك كده لا يا فهده هو ده تعب الجهد خد بكل الأسباب إنما أنا في الثالث فأخروب عيساعة مش لا منتخب مصر وإحنا معروفين فده مهم جدا وليزم ياخد وقته ولازم ياخد جهده ولازم ياخد سيرته الفنية اللي تريد تختار به على فرش إذن يعني حرك مع المدرب الأجنابي ولكن في مثل هذه الظروف الاستثنائية كابتن حسامي حسامي طبعا بالتوفيق وحقه وحسامي ينجح بأمر الله تعالى أن حسامي يملك الشخصية حسامي عنده خبرات كبيرة جدا مرة حوالي 14-15 نادي في مصر عنده تجربة في الأردن جميلة جدا وصل فيها للنهاء المباررة الفاصيلة في الأردن وعملتها كويسة دي حقيقة وحسام ماشي كويس وفرسته وإحنا وراه طبعا والإعلام زيكون وراه وكل الدنيا وراه بأمر الله تعالى يعني ده كلام بكابتن برضو محترف جدا وكل حاجة ولكن ده يقول أنه كابتن حسام وكابتن إبراهيم موجودهم في المنتخب يحظى بتأييد الجميع تقريبا يعني أنا مفيش حد سألته وقال لي أنه لا كابتن حسام لا يصلح مسلا لا حسام يصلح ده حسام يبص سيرته كلاعب وسيرته كمدرم ترشاهه للمنتخب صحيح سيرته كان النهاردة وصل لأربعين سنة وقال لك وهدف هدف من الهدفين الكبار والحسام بالنسبة لأخويا الصغير وعارف حسام وإبراهيم فترة كبيرة جدا لعب مع حضرتك شوار طبعا كتير جدا ولعب وبعد اللعب وحياتك إنما وتيجي بقى سيرته كمدرم مرر عدد كبير جدا ونجح بأمر الله تعالى حتى لو ما فيش توفي في حاجة لكن نجح في السياسة نجح في شخصيته نجح في طرق بصمة في كل نادي بيروحها وهو راجل أكيد من مدرسة كبيرة جدا اسمها مدرسة محمود الجهري طبعا الله يرحمه وإحنا عارفين الله يرحمه وعارفين أن مدرسة محمود الجهري مدرسة كبيرة جدا أسلام كبيرة جدا فنية مدرسة يعني الله يرحمه كان ما هو ففي ناس كتير اتعلمت منه اتعلمت منه زائد بقى اجتهاده حسام اجتهاده مطلوب منه كتير جدا حسام مطلوب أن يتعب ويأجتهاد ويشتغل عشان المنتخب عاوز شغله وعاوز وعاوز أكيد حسام إن شاء الله يتعالى بعون الله وتوفيه موضوع مش موضوع كاس العالم إحنا بعون الله وتوفيه يا إسلام إحنا وصلنا كاس العالم إن شاء الله لازم تعمل فرحة في كاس العالم تقدم أدا تقدم نتاج عندك حاجتين مهمين جدا إن حسام لازم تجهز ليهم وتشتغل ليهم كويس قوي على الورق وتحضر البرنامج بتاعك على الورق من أول يوم لحد بداية التصفيات إن شاء الله يتلعوا بداية البطولة عندك كاس عالم وعندك كاس أمم أعمار الأعمار المراكز البديل اللي موجود مين اللي يبقى سياسة في تدريب سياسة فيه وفلسفة فيه موتشات ودية عشان الرسمي هو ده الناس منتظر أداء منتظر إبهار وإمتاع منتظر كرة قدم حقيقية زي اللي بتشبه في أوروبا إن شاء الله يعني ببعنا حاجة بتتكلم عن الكابتن جوهري من كابتن جوهري ربنا يرحمه حباً مسيطر يعني إيه مسيطر حتى وهو يعني كابتن حسام حسن مدير فني للمنتخب وكابتن علاء نبيل موجود أيضاً كمدير فني هو من نفس المدرسة تقريباً آه أيها طبعاً زملي كتير جداً كابتن علاء مدرب مع كابتن محمود جوهري في ذلك الوقت وبالتالي هل من الممكن أن تنجح هذه التجربة في زل أن إحنا سمعنا مثلاً النهاردة إنه الكابتن علاء بيطالب بحقه حقه المشروع من التحدي المصري للكرة القدم يعني مدير فني للاتحدي المصري للكرة القدم كابتن مطلوب منه إيه ناشئين ويحط الأجهزة الفنية ويعرف برضو الأجهزة الجهاز الفني للمنتخب الأول بيعمل إيه أو هيعمل إيه ومستقبلاً والكلام ده كله وهنا عندما سأل كابتن علاء عن هذا الأمر يعني السؤال جمال علام قال له يعني إن الموضوع لا مش هيحصل يعني رأيك إيه يعني هل يكون رأيه استشاري فقط في مثل هذا الأمر مثلاً وموضوع المنتخبات الناشئين والشباب والبقية المنتخبات الأقل من المنتخب الأول يكون هو اللي له الكلمة فيها ولا إيه يعمل إيه رأي حضرتك يعني يعني هو علاء جاي اسمه المدير الفني للاتحاد مش هي المدير الأداري للاتحاد لا وداري كان ممكن كلام الجمال زي ما قال ده أداري شكراً أنت مالكش فنيات الفنيات متاعتنا إحنا فهل الاختيارات النهاردة يا إسلام تكون مسؤولية المدير الفني اللي يقضي النهاردة ويجيب سفات وينقص ويعمل ويعمل لجنة على مستوى واختار بيها ولا عيده مجلس إدارة ده يجيب وده يجيب وده يجيب والسكراً ده لي إداري وده لي مدرب وده لي واحد مين الصح؟ السحل اللي حالكت قلته في الأول هو على مدير الفني جاء كعلى كفاء طبعاً عنده خبرات وإن شاء الله رجل مدرسة كابتن جوهري عنده شخصية ينجح بس يدوله صراحة يدوله كل الصراحات اللي تخلي ينجح يا كابتن إسلام لا سالحياته دي تنطبق أنا برضو عايز أسأل حضرتك سالحياته دي تنطبق على المنتخب الأول كمان؟ لا منتخب الأول لا منتخب الأول لكابتن جوهري لما كان موجود في الفين وتمانية وتسعة قبل عشرة ومش قبل عشرة كان موجود مسؤوليات الفريق الأول كانت تحسين لا شكراً على جنب خالص كل بقى المنتخبات بيشرف عليها وموجود عليها كان مدير فني ليل التحق ومشرف على الحاجات دي كلها ليه؟ لأن حجم الجوهري يقدر يتناقش ويقدر يتحاور ويقدر يعرف كنت أنا مثلا يا كابتن إسلام ما كنت مسك منتخب كنت مثلا أجيب له مسافة كنت تركية عندي ماتشين ودين بيجيب له التأرير التأرير الفني وروح عاود معايا يقول لي تعالى اتفضل عاود معايا ويناقش عملت ايه؟ اشتغلت ازاي؟ بدلت ازاي؟ اه والله كده وعى الصبورة كله هو ده الشغل الصح ما انت تعرف المدرب ناجح ازاي؟ ما انت بتجيه مدرب سنتين أو ثلاثة أو سنة ونص وبتسيبه انت عارف ماشي ازاي؟ لا هو ده بقى هنا لما يكون دماغه مشرف المشرف هيعرف المفروض ان ده دور الكابتن علاء نبيل جاء المفروض اخذ بالك لانه بيتدير خذ بالك انا سامع انه بيعمل كده دلوقتي انه هو بيجيب حتى السفيهات للمنتخبات اللي تم تعيين مديرين فنيين واجهزة فنية لها بيجيب السفيهات بتاعتهم وبيقعد معاهم لازم يا اسلام انت بوناه نهاردة نظام نحنا في المؤسسات واخد بالك وفي الشركات وانظام الدولة زي ما انت بتقول انه بالنهاردة بجيب واخد بالك بعين ونظم ودرج واخد بالك ومن ومن لحد بيوصل النهاردة بيأخذ مدير ومنصب كبير بالخبرات وبالسياسة وبالشغل بالأدوار فعلاء ان شاء الله هو ده اللي مطلوب منه لكن هو لازم يعده صلاحات مهمة جدا ولازم الاتحاد يساعده عشان الراجل ينجا احنا عاوزين الناس تبقى مظبوطة نتمنى التوفيل الجميع بس عاوزين سياسات سليمة عاوزين الشغل سليم يا اسلام عاوزين النهاردة نطلع نطلع لعيبة كويسة كل مدير فني احنا اجيال احنا عندنا اوقات كتيرة جدا في ضعفة اجيال كتيرة جدا مئة وعشة مليون نعم من منتخب بنتين وثلاثة واربعة كتير احنا عندنا لعيبة بفضل الله وعندنا وعندنا فالقصوده ما انضيعش وقت في السياسات في الاختيارات والمجملات وفي نفس الوقت ما نلاقيش ناشيينه وبعدين ما لقيش شباب لا اما ده اللي بجيب بكرايت يطلع لبكرايت من هنا لما جادوا يجيب بكرايت ده اللي قصود يا اسلام فاحنا عاوزين ان شاء الله علاء بشخصيته وبفكره ان شاء الله وبنطجه وبخبراته يقدر ان شاء الله يتعاون مع اتحاد الكرة ويمشي في الصليل السليم بامر الله في الاختيارات والتعينات وكل حاجة موجودة كويس ان شاء الله كابتل حسام حسن دلوقتي يبتدى ان هو في المعسكرات يطول المعسكرات شوية يعني او هو طلب بالفعل من اتحاد الكرة ومن ربطة العندية ان مثلا المعسكر يوم 18 هو المفروض المعسكر يوم 18 مارس القادم هو عايز يبدأ يوم 12 مارس شايف ان ده في المصلحة اه احسن هي مدرسة الجهر مدرسته انا انا مع المعسكرات الطويلة طبعا انت عارف فيه نظام مدروقتي غير الزمان وغير 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 انت ممكن تضغط دوري اضغطه زي ما انت عاوز اضغطه لكن هو فيه نقاط مهمة جدا عشان احضر منتخب السلام انا دلوقتي جاي باخدرات كبير جدا وعندي عاوز مطلوب مني غير النتايق اللي اعلى جم ان انا هعمل فرقة هعمل الفرقة دي يا اسلام بايه موفي مكونات فيه حاجة اسمها علم تدريب موجود عندي وخبرات لازم اشتغل بها خلاك فيه ادوات لازم اشتغل بها منها العلم والخبرات لازم يا اسلام طب النهاردة جايب لي يومين على المباراة انا هادر احفظه ايه هادر لما بيكون عنده بيبدع ويتقلق المهارة وتطويرها المهار لان اللاعب اللي عنده مهارة بيساعدك وبتبقى حلول عندك في المباراة المهارة حلول من ضمن الحلول اللي موجودة في الجماعية والفردية صح وبعد كده الجوانب الخططية وانت بتلعب بلي طريقة هتحفظ اللاعب اربعة اتنين ثلاثة او اربعة اتنين ثلاثة او اي طريقة هيحفظ لهم الزات فكره هنا في الطريقة الخططية اللي اقدر اهجابي البيئة اهجابي البيئة المنافس النظام متاعي انا وفكري وفلسفتي في بالكورة ومن غير الكورة من تلت لتلت انا هعمل ازاي هبتدي ازاي من تلت لتلت لتلت ولا هبتدي هو ده اسلام فهحفظهم في اربعة اتنين ساعة فلما يكون عندي النهاردة او ست ايام ست ايام في ساعتين اتنين في ستة بثناشر ساعة اثناشر ساعة يعملوني شوك غير ما يبع عندي اربع ساعات ثلاث ساعات لو انا جبته ثلاث ايام هعمل ساعة ونص وساعة ونص او ساعتين او ساعتين وصارد اربعة وقابل مباراة ستين دي يبقى خمس ساعات وستين دي ايام مفهمش حاجة خمس ساعات يا اسلام غير اثناشر ساعات ده اللعب المصري اللعب المصري لما تنفل عليه لما بينام لما بيركز لما بيلتازم ويقعد تلاقيه خد بالك بينسى كل حاجة وتلاقيه في الملحب الناموية نظري خد بالك وخلي بالك كل البطولات اللي خدناها بفضل الله تعالى قعدنا فيها فترة فالاستقرار مهم جدا والمدير الفني لازم يترك بسموته يا كابتن اسلام وده المهم جدا وان شاء الله يعمله حسان بإذنه ونستساعده ده أمر الله تعالى يعني طبعا نتمنى لأنه في النهاية احنا بنتكلم عن اسم منتخب مصر يعني لا نتكلم عن أي أمر آخر كابتن حسان تسلم التقارير الخاص بخروج مصر من كأس الأمم الأفريقية من رؤي فيتوريا من رأيك يعمل بي ايه؟ يعمل بيه ده يعمل بيه شغل احنا خلي بالك نبتدي من خروجنا من كأس الأمم ده الصح ولازم نرضى خلي بالك حسان يعمل تأرير ويبتدي بالسلبيات بأخر حاجة أنا نهتها أنا خلت شكل إزاي أنا كانت نتاجي إزاي اللاعبة اللي كانت موجودة من اللي ظهر من اللي يظهرش من شغلي من اللي يقدر ينافس به من اللي يقدر أكمل به مهي متوسط الأعمار طيب فيه نام النقص عندي في ايه بالزبط في المدافعة الفردية ولا الجماعية طيب الأخطاء في الفرديات ولا العرضيات طيب الشكل الهجومي طيب الشكل الدفاعي طيب التوظيف طيب الواجبات طيب طيب هفضل أدرس الجانب الفني ونقاطها يا كابتن إسلام وأشتغل عليها بقى مثلا عنديني مشكلة مثلا في العرضيات يبقى التمركز الدفاعي في التلت الأمامي بتاعي مثلا في حياتك عندي مشكلة في التخطية عندي مشكلة في الطلوع بالتمرير بالتانية ولا التالتة ولا عندي طويلة حاجات كثيرة أدرسها فابتدي بالسلبيات وأعمل ملفي وأعمل الشغل وأجهزه وأشتغل عليه هو ده من اللي زار من اللي كسبناه من اللي كان موجود مين مين هو ده فحسام عنده ملف فني كبير جدا لازم يشغل عليه وينظم أموره بأمر الله تعالى ومن هنا تيجي إن شاء الله النجاح التوفيد من الله سبحانه وتعالى لكن إنسان بيأخذ بكلها زباب فحسام لازم يعرف أنه مطلوب منه فنيا كتير فنيا الروح عنده حسام طبعا والشخصية والجدية والإصرار والإرادة لكن الفنيات المدرب فنيات تخصص مهم جدا ودي عنده حسام إن شاء الله وبرهيب وهنلاقيها بأمر الله تعالى إن شاء الله طيب هنطلع فاصل وبعد هذا الفاصل هنرجع نكمل مع كابتن ربيع وهنتكلم أكتر عن النادي الأهلي ولكن بعد الفاصل أيضا عايزين نشوف تقرير عن تغييرات عديدة لميديامة الغاني طالت جهازه الفني واللاعبين وناخد رأي كابتن ربيع في هذه المباراة الهمة جدا بالنسبة للنادي الأهلي أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى عزائي المشاهدين كابتن ربيع مباراة كانت بعد غياب طويل جدا واصلت عالد كبير من الإصابات اللي هي مباراة شباب بالأزداد لم تكن جيدة الحقيقة كثير من الناس اتكلمت حتى اللعيبة نفسها شايفة أنهم كانوا محتاجين يبقوا أفضل في هذه المباراة وبالتالي الكل ينتظر المباراة القادمة قلنا المباراة اللي فاتت فيها وفيها وفيها ولكن ماذا بعد المباراة القادمة آه بعد 45 يوم من عدم لعب المباراة بشكل رسمي عدد كبير من الإصابات ازداد كمان زيادة بعدد موجود مروان عطية وكمان عدم موجود كهرباء خلال المباراة القادمة وبالتالي انت رايح في سكة أن انت عندك عدد كبير من الغيابات ولكن الأهلي دائما بمن حضر حضراتكم اللي علمتونا هذه الكلمة لا لا دي حقيقة بمن حضر فعلا وفي نفس الوقت عارف بياخد في الوقت المناسب أنا وقت المناسب ده عاوز خدت أول المجموعة شكرا بصرف النظر 50 يوم هعمل ليه 10 لعيب مصابين هعمل ليه خلينا وقعين مع دوري مكان موجود وفرق لعبة أكثر مباراة رسمية هي الأحسن هي الأفضل كان عندها أولويات آه لغة الأرقام كانت هي الأفضل لكن أهلي خد اللي هو عاوزه وخرج بتعادل من غير أي مشاكل الحمد لله وأول مجموعة هو ده اللي كان منتظر هتاخد سير مباراة صعب في 50 يوم في بعد في إصابات فالأهلي كبير وبيعرب في الوقت المناسبة بكبت السلام إيه لو عاوزك عاوز أول المجموعة خد أول المجموعة أكيد المباراة بتعامل دياما إن شاء الله يتعالى هيبقى أفضل وأحسن ده ما فيش كلام ليه عشان العودة وعشان الاستقرار وعشان الانسجام وعشان الروح وعشان الجانب الفني بتاع الراجل المدرب وعشان اللمم تحته وحاجات كتيرة جدا هتبقى أفضل فأنا إن شاء الله متأكد إن اللعيبة هتعمل المتش الجاي بأمر الله تعالى بتعمل دياما على أحسن ما يكون وأفضل بإذن الله الظروف تختلف تماما عن أول مباراة بتاع بلوزداد بعد عودة كبيرة جدا لكن بتبقى تترجع في الصور بلك وفص وعملت خدت تسعين ديئة فالتسعين ديئة جايها هتبقى أفضل وحسن فنية نسبية الأرقام هتتعدل الأرقام بالنسبة التيميناد الأهل الأسلام هتتعدل ما تلاقي روح روح هتلاقي أعلى هتلاقي التركيز عالي هتلاقي التزام هتلاقي إصرار هتلاقي إرادة هتلاقي حب هتلاقي كل ده هتلاقي لكن الفنيات الناس ما تبتكرش نفق واحدة واحدة هتقد إن اللي ماتش جاي هي بقى أفضل نسبيا من الأول بكتير وبعد كده كل مدى لحد إن شاء الله ما اللعيب يوصل فورمة لأن اللعيب بيحتاج مموع من المباراة يوصل بالفورمته فإن هو واقعي وإنت اللعيب كل وإن اللعيب كل إن المباراة واحدة ما ينفعش حتى المباراة تانية مش هتكون على أكمل مش ممكن أبدا بعد كده إن شاء الله أهل بإذن الله يعمل باراة كويسة ويكسب بمشاهد الله تعالى ونحافظ على خشولنا وإحنا قادرين وقدرين إن إحنا ناخد ونوصل لإحنا عاوزينه بفضل الله في المباراة قديمة إن شاء الله شايف المباراة دي إزاي كابتن من النحل الفني شايف هو طبعا مهم جدا أن تلعب خارج أرضك طبعا الراجل طبعا المدرب يعني ودرس أفريقها كويس جدا ودي ميزة عندنا بفضل الله تعالى إن أفريقها بتختلف وتختلف من بلد لبلد ومن فريق لفريق ومن إمكانيات لإمكانيات وده مهم جدا يا كابتن إسلام فالفريق الغيني طبعا فريق لكن مش بحاجم الفرعة الكبيرة اللي في المقدمة موها ذلك كرة ملاش كبير كرة في الملعب طبعا كرة ملاش كبير خالص وفريق مش وحشة فريق كويس وممكن ينطفد على أرضه في وسط جمهوره ويبقى التوفيق حليف كلهم نكتهد وإحنا لازم نكتهد ونشتغل فاللي شايفه فالتحضير الجايد بالنسبة للتشكيل يبتدي مين الأفضل عندي مين الأجهز عندي مين الأجدر عندي مين اللي يقدر ياخد تسعين ديئة في الأجواء دي الأجواء دي لها لعيبة وأنت برضو لعيبت أفرخي ولعيبت عارف الأجواء دي لها لعيبة معينة فالقصوده احنا الحمد لله بالنسبة للعيبة أجواء اللعبة تعودة احنا أفرخي دي بتاعتنا في فضل الله تعالى زايد دوري عارفين فاهمين عارفين الظروف أجاهز على الظروف وجاهز على الملعب وجاهز على الجمهور وجاهز على القدرات القدرات اللي أنا بقابلها كل ده أنا هواجهه في يوم الجمعة فطبيعي جدا كولر أنه منظم أموره والحاجات دي كلها في الدماغ وفي نفس الوقت بمر عاليا اللعيب عشان قدر أواجه أنا عندي شقين مهم جدا شق تحضير فرقتي اللي قدر أستغر بيها وأكسب بيها والفريق المنافس طريقته وشغله وسياسته وصخراته وعنده مسالبياته حاجات كثيرة جدا فالراجل مسؤول عن فرقتين موجودين مع التغيير مين اللي يقعد معي برا واتزاعت الطريقة الطريقة طبعا واضح أنه بلعب أربعة ثلاثة ثلاثة ونجعت وبيحبها وبيميل لها كتير جدا أكتر من أربعة ثلاثة واحد فخلاص إحنا معا إن شاء الله يتعالى وفي نفس الوقت إن شاء الله أنا حاس أن المورادي أتباء أفضل وأحسن من برزات بكتير إن شاء الله يتعالى عودة بيرسي تاو نبيل كوكا وسامة بوعلي أعتقد حيكون لها دور في الحقيقة بتقوله ده أن يكون الأداء أفضل وحتى لو بنسبة بسيطة طبعا واتقو خلي بالك عمل بطولة رائعة ومتشاط رائعة هو العيب كبير الولد لما فاء قال لك لقناه إسلام لو ما كانش لسه كان بوع بعيده وفائسة وما أخدش على الأجوام اتعاقل لكن تقو خلي بالك العيب كبير العيب مهاري العيب شكله كده تحبه شكله تحبه خلي بالك غير إنه هو إيجابي إيجابي على المربع قال لك عندك بيصنع وبيسجل وعنده مهارة عالية جدا فإن شاء الله هيفرق بإذن الله تعالى وهيبقى إضافة قوية جدا في تيم النادي الأهلي بمشيئة الله تعالى إن شاء الله الغيابات الكتيرة دي هل من الممكن أن ي طبعا هنتأثر بها دي محدش ينكرها ولكن كيف يمكن تعويد هذه الغيابات يعني مثلا أنت عندك في خط الوسط مش موجود أليو ديانج مش موجود مروان عطية يمكن عودة كوكا برضو مروان في إصابة مروان واخد إنزال التالت فمش هيبقى موجود في المباراة اللي جاي بس يعني فكوكا برضو هيعود أو بقاله يومين بيتمرن ولكن بعد إصابة مثلا بشهر ولا شهر وشوية وبالتالي هل ممكن يلعب صعب بيرس تاو عودته في وسط الملعب تحديدة لك بيرس تاو ما فيش مشكلة إن إبا موجودة مش موجود يعني هيرجع حتى لو خد إصابة أسبوع ولا حاجة أو راحة لا رجع وفو بها حتى هي رايح شوية رايح شوية لكن رجع ويرجع بسرعة حتى لو بديل معي يبقى واراة إن شاء الله أشتغل بيها إذا ما عندي وسط الملعب ففرود أنا أنا مدير فني وعندي الوعي وعندي الدارك إن أنا مين اللي يقدر نهاردة في الظروف دي أفظفه ستة عشان يقدر يشتغل كويس قوي أنا انتهالي اللعيب الجوكر ده في الندى الهلي موجود الفرق كبيرة يجب يكون فيها ممكن يكون أكرم يعني هما بين أكرم وكرم ندفن وأكرم الأقرب عشان يمكن أكرم وكان موجود فأكرم هما أنت وعندك ندفن ودي ميزة في ندى إن عنده البديل والبديل بيفرد لأنك أنت متوسط المماتشات يا إسلام تول السنة بيعدي ستين و السبعين مباراة صح فطبيعي جدا ما بتعتمدش على 11 بس ولا 22 لا بتعتمد على كل اللعيب وده عندك وظروف الضغوط على اللعيبة بالنسبة للبديل والأجواء ممكن يحصل إنزالات وممكن وممكن وحتى الإصابات فطبيعي جدا نقول أعرب واحد ممكن يبقى رقم واحد أكرم اللي قدامي ندفن كويس بس ندفن بعيد فنقول أكرم اللي طبعا الاتنين اللي هو قابل الثلاثة عندنا إمام عشور خد بالك وبالنسبة للرجل الثالثة اللي بيلعب به وعندك أكتر من واحد عندك الثلاثة ممكن عندك مجدي أفشة ممكن عندك مين تاني يعني هما دول الأقرب بس هو أفشة ليه طريقة معينة ينجح فيها من تحطه دي ألا هو بينجح فاربحت السلاثة الأقرب السلاثة الأقرب وخد بقى لك السلاثة ماشي السلاثة والسلاثة وقليل السلاثة بس قصدي يعني أنه هو الأقرب لا قصوده يعني يعني قصد السلاية بك حجمه وخبراته انت بتلعب برضو عاوز تخرج بحث النتيجة تقدر بعمل الله باللعيبة دي تخرج بحث النتيجة السلاية لعيب كبير جدا ولعيب نجم ولعيب خبرة ولعيب باشا الله بيفرق فممكن عندك هات 3 ممكن او اكرم زي ما قلت وندفة مثلا فادي السلاسي بتاع قسط الملعب اللي وجوبة عافوش مشكلة عندك حسين وعندك قرابة مسافر عندك حسين في طاهل في طاهر لعب وسام في برستاو في كريم فؤاد كريم فؤاد ده بيحتمد علي رجل بشكل وخلي بالك وانت ممكن يعني غيابات الناس دي خليك تفكر في واحد بيتهدن وينجح في ستة كريم فؤاد ممكن ينجح في ستة خدارك مثلا ممكن هي 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 ممكن ممكن رامي ربيعة برضو ورامي ربيعة كان بيلعب معها في المنتخب ديفيندا روات بقى رامي لها بكرات ومساك ودفيندا وليبرو اللي كنت تريد بلعب ثلاثة أربعة ثلاثة فلعيبة كتيرة الجوكر ده موجود في فرقة كبيرة يا كابتن اسلام موجود وفي المركز ده مركز حلو جميل انت بتشتغل فيه بتطع وتسلم وتسلم وتعمل لبرو اللي وسط الملعب الليمين والشماع وبتعمل ترابط ما بين الخط الأمامي والخط الخلفي فإن شاء الله بإذن الله تعالى ان الرجل يعني يقدر يوظف لعيب ينجح به بأمر لا في المباردين إن شاء الله الأخطاء اللي على الجهاز الفني أن يتداركها خلال المباراة القادمة أو أهمها طبعا طبعا هو أنت عندك بإذن الله بنسبة لفكرك وسياستك وفلسفتك هتلعب إزاي أولا اتنين الفرقة دي هتقابلها إزاي هتلعب من قدام ولا هتلعب نصف زون ستين الملعب ولا ولا هتعمل إزاي تحولك من دفاع الهجوم بكرة أو اتنين أو ثلاثة أو طويلة أو عن طريق الجناب والقطة الجماعية أو هتطلع من تلت الملعب سياستك إيه الفنية عشان ما يدخلش فيه جول مهم جدا المدافعة الجماعية مهمة جدا الفردية والجماعية دي مهمة جدا بالفرقة الكبيرة يا كابتن إسلام وفي نفس الوقت استغلال الفرص الفرص اللي بتجيه أنا بجيب فرصي ومكسبي وشغلي هيبقى الإجناب العمر بنقل إزاي فهو ده اللي لازم يفكر فيه الروح مهمة جدا طبعا مهمة جدا زي الترابط الخطوط عندي حاجتين مهمين جدا زي ما قلت على المستوى الدفاعي التمركز الدفاعي الفردي والجماعي الانتشار الهجومي يقدر نقدر نظم أموري حزاد التصويب ممكن استغلقه ممكن لأي الملعب مش كويس هلاجه يبقى عندي تصويب ممكن تخلص لي زاد السوابت في الماتشات دي السوابت مهمة جدا الفرق الصغيرة يازم تضحك لها بالسوابت كورنر كورنر تقدر تخلص الماتش صح سوابت تستدرجه بتخفض ملك فدي كلها حاجات لازم يفكر فيها الجهاز الفني بإذن الله واشتغل بها وإن شاء الله يكسبه بإذن الله تعالى مجموعة تضم الأهلي وشباب بالأزداد ويانجي أفريكنز ومدياما الغاني هل كنت متصور أنها تصل إلى السخنية اللي هي فيها دي لا طبعا حقيقة بصراحة وصلت يعني ستة خمسة خمسة أربعة دي حقيقة تخيل أهو مدياما صلو بيلعبك الماتش الجاية كابتن أهو عايزك سبك مليون في المية لأنه لو كذبك هو سبعة وأنت ست لا إن شاء الله بيزن الله خبرات الأهلي وإسم الأهلي بإذنه ولعبت الأهلي وقدراته ومدربه بأمر الله تعالى قبل ده توفية الله سبحانه وتعالى إن شاء الله يبعم عليها الأهلي طبعا علينا أن نتعب ونكتهد الأهلي كبيرة جدا الأهلي ترشحوا للبطولة في فضل الله تعالى للبطولة مش الأدوار دي كلها واللعيبة اللي عندك دي لعيبة كبيرة لعيبة خدت خبرات وشافت كتير جدا وتقدر تخرج لك أصعب الظروف وتتواجه وتقدر تخرج فإن شاء الله ي الذي قادر بمشيئة الله تعالى أنه يعمل نتيجة كويسة ويعمل أدايا كويس ونخلصه على خير هذه الأمر الله تعالى إن شاء الله هنكسى ونبقى الأول طبعاً في عمر الله تعالى إن شاء الله ونخلص على حديث يأميناك إن شاء الله إن شاء الله أوفي أن تخذ أمر مياه تدامي إلا أكاد لّيا أكام تنوية الأهل رأيك في زيارة مجلس أودارة النادي الأهلي مبارح لمجلس أودارة النادي الزمالك داخل النادي الزمالك؟ طبعاً زيارة تاريخية مفيش كلام زيارة كانت مفروض من زمان تتم وده نستثمرها كويس قوي ودير سألة قوية وكبيرة جداً طبعاً شكراً لمجلس إدارة الزمالك شكراً لمجلس إدارة النادي الأهلي شكراً للمجلسين بصراحة نبني عليها للقادم ودير سألة مهمة جداً هيا للقادمة كابتن حقيقة الشباب الصغير اللي ما يعرفش حضرتك مثلاً كنت دايماً قاعد عند كبات النادي الزمالك على طول مع عبد الحد على طول بحيثك فنبني عليها الإعلام ودوره مهمة جداً نبني عليها الجمهور اللعيبة الأجهزة الفنية الأجهزة الإدارية الإسلام دي مهمة جداً زيارة كبيرة جداً وده كله ده يبقى لصالح مصر لصالح حكتين يا كابتن إسلام حكتين مهمين جداً نبز التعصب واخد بالك والتبادل المحترم ما بين الاتنين إدارات أجهزة الفنية لعيبة جمهور كرة القادمة النهاردة تكسب تقصى تقصى عادي ومشكلة عادي ومصلحة مصر مصلحة مصر في الحدة دي هتفرق جامد بإذن لتن بصراحة كبتين عنا تعبنا من التعصب اللي شايفين خلي بالك السوشيال ميديا برضو بتفرز كتير من هذا التعصب لأنه في النهاية زي بحضرتك شايف وجود مجلس دارة النادي الأهلي مع مجلس دارة نادي الزمالك في وجود الكبار إحنا عندنا في فريق الشمس في لعبة من نادي الزمالك بيجي لعبه معنا وحضرتك وشفتك مرة في نادي الزمالك وكلنا كلنا كنا دايما بهذا الشكل هو بس الفترة اللي فاتت دي كان فيها تعصب من نواحي معينة ولكن في النهاية الحقيقة وجود كابتين يعني أنا برضو أكون كابتين خطيب دخل الناس كلها بتنده بيبو 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 يعني أنت فاهم الحاجات اللي هي الجميلة دي والحاجات الممتعة ولتخليك كجيل أو ناشئ ناشئ صغير تتعلم من هذه الزيارة التارية عشان كده قلت نبني على الزيارة دي يا سامو نستفيد كويس هوي ونوصلها للأجيال الأجيال كتيرة اللي تظلمت وشافت صورة مش حلوة لا بأمر نبني عليها كابتين السامو ده مهم جدا وشايفين الروح وشايفين الاحترام وشايفين التبادل وشايفين التعاون وشايفين الحب وشايفين كل حاجة وإحنا عريبين جدا من بعض نستمسل كل ده يا كابتين إسلام لصالح للوطن إحنا مطموب مننا حاجات كتير جدا عمزين نشوف دوري قوي عمزين نشوف أخلاقيات عمزين نشوف سلوكيات عمزين نشوف حب عمزين نشوف احترام عمزين نشوف تسجيع مثالي مثالي زي الزمان مثالي هو ده عمزين نشوف الن hierarchy الجماهيات تخرج الأهلي والزمالك يخدخلوا مع بعض ويخرجوا مع بعض فحيز وش عمزين تفرقها ولا عمزين أي مشاكل عمزين نساعد الدول عاوزين نساعد البلد وعاوزين نساعد الكرة وعاوزين نساعد كلها كويسة نفسي اللي بقى نشوف دوري قوي منتظم زي الفل ومية مية وفيه كورة قدم من الناس تستمتع بيها لا حاجة خرج عن النص ولا حاجة تخرج لا روح تفرج عن المباراة والسلام عليكم هو ده ان شاء الله نشوفه بأمرنا زيارة تاريخية فيش كلام زيارة تاريخية زيارة محترمة جدا والكابت خطيب دعى مجلس قدارة نادي الزمالك للتواجد في اقرب تحددوا لا لسه لا لسه لم يتم التحديد هو كابت خطيب يمكن هم بقى بيتفقوا خلال الايام القادمة ان شاء الله على خير على اليوم اللي ييجي في مجلس زيارة نادي الزمالك على خير تواجده في مجلس او في النادي الاهلي وساعتها بقى يعني اكيد هيتكلموا ويزبطوا الموعيد ان شاء الله خلال الايام القادمة لكن بالفعل هي زيارة تاريخية الجميع رحب بهذه الزيارة والجميع ينتظر ان يتفاعل الجمهور ويكون القادم دائما افضل زي ما كانت ربيع كده تكلم عن حاجات كتيرة جدا جدا بتحصل بدايتها تكون من هذه الزيارة لكل الاجيال القادمة ترى رئيس نادي الاهلي يدم بيد مع رئيس نادي الزمالك وده موجود هنا وده موجود هنا ولكن زي ما قلت لحضراتكم منبارح التنافس يظل دائما في الملعب يظل في الصفقات يظل على سوشال ميديا كمان فيه تنافس بالطرق اللطيفة اللي احنا عارفينها ولكن عايزين ننبذ التعصب شوية وعايزين نهدي بقى لان البلد الحقيقة في هذا التوقيت لا تحتاج الا الى التعاون والحب في كل شيء عموما يعني خلصنا برضو كلامنا على النادي الاهلي خلنا نطلع نشوف تقرير مدربين استمروا بقارة فرقهم بعد عودة عجلة الدوري للدوران وبعد كده نرجع نتكلم عن الدوري العام المصري بعد انتهاء فترة التوقف الدولي واختتام بطولة امم افريقيا التي توجت بها صاحبة الضيافة كوتيفوار عادت عجلة الدوري الممتاز للدوران من جديد وخلال فترة التوقف حرص مسؤولون الاندي على تدعيم صفوف فرقهم بما يحتاجونه في جميع المراكز وهناك من اتجه لتغيير الكادر التدريبي لسوء النتائج رحل ثمانية مدربون بعد مرور اثنتين عشر جولة فقط على انطلاف مسابقة الدوري المصري الممتاز فيما نجح عشر مدربون اخرون في الحفاظ على تواجدهم في قيالة الادارة الفنية لفرقهم جاء في المقدمة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للقلعة الحمراء كما استمر ايهاب جلال مدرب الاسماعيلي في منصبه مع الدراويش وايمن الرمادي مدرب فريق سيراميكا كلوباترا وعلا عبد العال مدرب فريق القونة واحمد عبد الرؤوف مدرب فريق بلدية المحلة كما استمر مجدي عبد العاطي مدرب فريق زد الذي قاد فريقه لاحتلال المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة وكذلك الحال بالنسبة لطارق العشري مدرب الاتحاد السكندري الذي قاد الفريق الى المركز الرابع في الترتيب برصيد 19 نقطة وعبد الحميد بسيوني مدرب طلاء الجيش حيث وصل الى المركز الخامس برصيد 18 نقطة وايضا احمد سامي مدرب سموحة الذي قاده لاحتلال المركز السادس برصيد 18 نقطة وايضا علي ماهر مدرب المصري البور سعيدي الذي قاد الفريق الى احتلال المركز السابع برصيد 17 نقطة اهلا وسهلا بحضراتكم مرة اخرى كابترى بيع الدولي العام وعودة الدولي العام بعد شهر ونص من الغياب شايف عودة الدولي عاملة ازاي ان شاء الله تكون كويسة بيزدلات لازم نسخ في المدرب المصري وندي له فرصيته ونساعده طبعا ووفر له كل الاجواء والامكانيات اللي اشتغل بها وده مهم جدا يرحمكم الله وفي نفس الوقت عاوزين بيعي نشوف دوري قوي دوري في تفرج على مطشوط الدوري يا كابتل عجبتك عجبك مطشوط ايه أنا عاوز بيزدلات ما أشتبت حاجة مجد حاجة ثانية ها 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 ه ها ها ه ها ه ها حسن نسخ أنا ممكن هتفرج على المطشوط حتى ما احترامي لم تفرج في فرقة صغيرة هناك INNO في وقت أنا متفرج على في القيتي طبعا والنادي مفيش كلام طبعا في وقت معينة مفيش كلام يا لكن أنا مش بتابع لأنه برضو في حاجات بتزعرني كتير جدا احنا عوزين يشوف كرة قدم حقيقة سامك الفكر اللي بقى متاع المدهب المصري ومتاع الفئر المصري فينانة بقى موجود بس لازم يتغير شواء طبعا انت على هدل القماشة اللي معك بتشتغل وعلى هدل الإمكانات بتشتغل مش ممكن هفتح جيمي وخد بالك ومع فريق عشر أضعافي في الإمكانيات والقدرات لكن لا انت مفوت بقى احنا عرفنا كرة القدم في ايه فإنها مبهرة ممتعة إن فيها هجوم إن فيها مهارة إن فيها شغل إن فيها أهداف إن فيها مش على حساب الواجب الدفاعي وهزمتي أبدا فده نفسينا نشوف كرة قدم مفتوحة شوية ونفس الوقت جرأة من المدربين في الإبداع والإبهار بالنسبة لأنه هو ده الأساس الناس بتيجي عشان تتفرج على اللعب المعينة على الفرع المعينة على المجموعة المعينة هو ده نفسي نشوف بقى حاجات فيها مهرية أعلى التصنيف والبناء والترتيب والتطوير في الجانب المهاري مهم جدا فنشوف دوري قوي نشوف دوري أحسن نشوف دوري موبدع بإذن الله ده قلتش عاماتش الزمالك والإسماعيل مبارح؟ اتفرجت شوية عجبك أم لا؟ ما زي ما قلنا بعد خمسين يوم يعني هيبها بعيدة صعبة شوية صعب خد بالك لأنه هو سفر سفر وهدار فرص ولعبة مش قادرة لسه وفرمة طول ما بعيدة هنفرمة كابتن السلام برضو مع احترام الشديد فإنما إن شاء الله ممكن يكون القادم لازم المدربين بقى يرجعوا باللعيم كيف يتم التطوير يا كابتن ماهو أنا دلوقتي زي ما حالك قلت أنا دلوقتي يا دي لقماش اللي عندي وهم دول اللي موجودين وفي نفس وقت أنا عايز كمدير فني أعود في مكاني وعني عايز أعود على الطفل وهو ده اللي بتكلم طموحك ده اللي عايزين نغير الفكر لا أنت الفلوس أنت ممكن ما عندك فلوس بس نراش تعمل فرقة وممكن توهبت وانت عندك فلوس مش شرط أنا ممكن أعمل فريق بفضل الله تعالى إذن أنا قلت لك فيه مدرب يقدر يصنع فريق فيه مدرب يجي على فريق اللي ضرت جبله اللعيبة لكن أنت عندك بأمر الله تعالى أن ممكن تصنع فريق وتشتغل مع فريق وتقدم إبداع وتقعد وتقدم أداة وتقدم 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 من أداة جديدة ربنا سبحانه وتعالى مدرب كرة القدم عندنا في مصر أو مدرب عموما الشغل في ملعب مدرب يأخذ بالك قيادة من خارج الملعب يا كابتل الإسلام هو ده تغيير توظيف حاجات كثيرة جدا تحضير قراءة منافس فلقصوده أن لا حتى لو عندك فرقة قليلة ممكن دلوقات الظروف اختلفت الإمكانيات بيتموجودة والدنيا بيتموجودة ملعبت أحسن والأوجاء النهار ده أنت بتلعب بالليل وتعبش بالنهار لو كنا في الساعة 2 الضهر وإحنا صايمين فدلوقات الأبور اختلفة ده كابتل الإسلام فمش شرط ممكن نعمل فرقة بقالي إحنا أيامنا مثلا مرة كنا نلعب في السداد القاهرة مع البلاستيك البلاستيك ده كان آخر فرقة وتعادل معنا وضع منين للدول عشان كان يملك فلقصود بصر منافسة جات منين ومع ذلك كان إسكو فرقة كان التصنيع فرقة دي كلها خلت لبقى كانت بنتاحتك كانت قوية جدا يا إسلام ووزعت بقى الأهل والزمالك فلقصوده أن لأ أنت عندك لعيبة وعندك والمدرب يكتاد ومشتغل وعمل عليه والإدارة زي ما قلت أنا قلت فأول الكلام الإدارة والمساندة والصبر وإن أنا الدين وبدال المدرب جبت وإن أنا نسم أستقر عليه وسيبه وإن شاء الله مع الاستقرار ومع الشغل النتائج ما تليش في يوم وليلة فبتيجي بالأمر الله تعالى وبتيجي كل حاجة بتيجي بالصبر والشغل والتخطيط السليم والهدوء والتعاون وإن شاء الله عندك مدربين على المستوى وعندك لعيبة وعندك أجواء وعندك الظروف اختلف دوات المتشار بالليل وملاعب أحسن بكتير وعندك السياسة الثغيرة دلوقتي فإن شاء الله نشوف دوري قوي ودوري ممتع ومدرجات تملى الملاعب 20 ألف متفارج لسه كنت أحسأل حالك 20 ألف متفارج قرار جديد من ما بين ربطة الأندية والمؤسسات المختلفة في مصر عن هذا الأمر وبالتالي أعتقد أن 20 ألف متفارج يؤدي للغرق كويس أفضل من خمسة يعني كويس كويس بديها مباشرة فضل الله تعالى عشان بعد كده إن شاء الله يبقوا 30 أمو في زيادة مباشرة جمهور مقودوا في المدرجات مهمة جدا بيدي بيدي انتباحة تاني للعيب وبيدي شغل تاني للعيب وبيدي روح تاني للعيبة خالص وبيدي شكل يعني بتقعد كده تتفرج وتلاقي المدرجات فيها مدرجة شوفنا نبارح ما عليش في الإسماعيلية كان المدرجات شكلة حل عشان مليانة مليانة جمهور إسماعيلية وزمالك طبعا طبعا فلا الجمهور وجوده احنا عندنا في مصر كمان الجمهور بيحب الكور ويحب المتعة ويحب يروح يتفرج ويحب يروح يستاد ويبني بالإستاد فإن شاء الله دي بداية مبشرة بأمر الله عشان بعد كده الملعب بملعب تتميلي والتشجيع المثالي والروح والحب والاحترام وحاجات دي كلها نلاقيها وهنلاقيها بأمر الله إن شاء الله في الفترات القادمة وكويس بداية عشرين ألف حلوة أوزال فن القادم يبقى أحسن وأفضل بإذن الله إن شاء الله إذا بعد من تزام الدوري والأزمات اللي بتحصل دايما نكبت في الدوري من وجهة نظرك طبعا التوقفات اللي بتحصل والمشاكل لما بتأجل لما بيبقى عندك توقفات لما بيصار في النظر عن أفريقيا أنت عندك لايحة موجودة لأفريقيا إذا كان أهلي فيها أو زمالك أو أي فريق لكن أنت يعني إحنا ممكن نخلي بالك الحلول برضو تبقى جريعة عاوزين القوة في الحلول القوة والبراء لما تسمع أن الدوري السندي هيخلص في شهر تسعة أو نص تسعة كمان اللي إحنا فيه كتير جدا طب وإحنا ليه ما نعملش دوري طب إيراك يعني لو كنا خد خطوة حتى خطوة وإن نعمل ممكن نلعب دوري بدون دولين إيه المشكلة مثلا دوري بدون دولين مثلا يعني أنا متكلمش على طول الفترة لو أن عندي لأن فيه فرقة هتتظلم ما فيش كلام الله طبعا ده حل ومش حل رقم واحد لأ في عندي مجموعة من الحلول مثلا دوري مجموعتين ممكن تلعب اللي هو المجموعة حلول لك كتير جدا اللي فوق يطلع واللي تحت يلعب تقسم تقسم فرقتين وصح وتقلل واخد بالك ودي لعب بعض لها وين عندك ناس تهبط وين ناس تقلد دول يعني برضو هل أنت متخيل أنت يعني ما تخلص 39 هتعمل ايه هما لا ياخده راحة امتى شعرف هما مش خادهم على 50 يوم خدنا 50 يوم خمسين ده كلام يعني وانت عارف حاليا كابتن أنا عارف أنت بتتري هو في الآخر موضوع صعب جدا برضو زي ما انت قلت الحلول الكتير بس أنا ستوقع تفكر وفمصحة وخلي بالك وتتعاون وتجيب مشهورة المشهورة الفنيين اللي ممكن يساعدوه لواجه الله كتوار جدا يعودوا من أجل المصلحة والكبتن الكبار اللي يقدر نستفيد منه يا كابتن اسلام موجودين بفضل الله تعالى مش كل واحد النهاردة هشتغل عشان يساعدني او 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 لا احنا نشور نعمل اجتماع مؤسس ونجيب الجانب على المستوى فضل الله تعالى ونشوف نخرج الدور ازاي عشان ونسمع دا ونسمع دا ونسمع دا هتلاقي حل بالمجهود هتلاقي حل بالخلبالك بالصحبة هتلاقي حل بالتعاون هتلاقي حل دي بلدنا فقصد ممكن تلاقي افكار عند اسلام مهمة جدا افكار عند ربيع سين او او فنوسع ونشور ونخطط وننظم واحد بس نفسه مش هيقدر اسلام اتنين مش هيقدروا ولا عشرة فمهمة جدا نوعد ونشوف وممكن تلاقي الحل عند واحد مدرب في الحد الفناية وناخد رأي المدربين وناخد رأي الخبرة وناخد رأي المثقفين وناخد رأي الإعلاميين نتشاور من اجل اخراج دور يا جماعة تسعة كتير جدا فاجتين دولة تسعة تسعة ازاي وما اللي الدور يبتدي امتى بقى شعرف يعني الدور الجديد ربنا سبحانه يصبر ربنا هجعلنا من الصابرين يا سبحانه ربنا يكون فعول الناس خلي الفترة اخيرا انا كابتن ربيع يعني لو حضرك هتحط تشكيل للنادي الاهلي في مباراته القادمة امام ميدياما هو طبعا مصطفى موفق طبعا ونجم بصراعة وبدأ موشرة جدا وربنا وفقه وعندك الاربعة عب معلول في الشمال وياسر وعب منعم زي ما هو وهاني اللي اربعة عدول زي ما هم موجودين عشان الفورمة والثلاس اللي موجودين الثلاس امام في الشمال والثلاية في اليمين اللي هنا وقرب وقرب وقصطهم اكرم اكرم في الصيوم والأتالي والقرب والثلاس الهجوم متاعي مدست طبعا وفي نفس الوقت عندك حسين الشحات ومثلا والمين اللي طاهر والأجهز طويبا معا بديل بر هم دول أجهز 11 لعيب في الماتش القادم بمشيئة الله تعالى إلا وراجل لي وجيت نظر تانية في أي حد احنا مش شايفينه مأمر الله تعالى وربنا وفاهم ملوا عليكم حوله إن شاء الله تعالى تكسبوا بإذن الله رجالة نادي الأهلي الكيان الجمهور حبنا البعض وده مهم جدا وإن شاء الله استقاطنا فيكم كبيرة وربنا وفاكم وترجعوا مجبورين الخاطر إن شاء الله بس تعبوا وركزوا عشان التسعين ديها مهمة جدا يا رب إن شاء الله كابتن ربيع شرفتني ونورتني وسعيد جدا بجود حالاتك معي شكرا جزيلا شكرا جزيلا لنجم الكبير كابتن ربيع ياسين هطلع فاصل وبعد هذا الفاصل الأساتذة الأستاذ محمود صبري والأستاذ جمالي زهري في ديوفة البيت الكبير ترجمة نانسي قنقر